في السياق أكدت رئاسة روسية الكراملين أنه لن يتم تعليق الهجمات على أوكرانيا في حال حدوث أي محادثات ما بين الجانبين كانت ماسكو قد أعلنت أن وفدها مستعد للقاء المسؤولين الأوكرانيين في مدينة جوميل في بيلاروسيا لكن كياذا قالت إن بيلاروسيا متواطئة في الهجوم الروسي ولا يمكن اعتبارها وسيطا محايدا